أشهد وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم مع علي حيدان بجاهزية فرع القوات الخاصة بمحافظة مأرب والدور البطولي الذي تقوم به فرع القوات الخاصة في تأمين المحافظة ومكافحة تهديدات الميليشيات الحوثية وخلال زيارته لفرع القوات الخاصة بمحافظة مأرب معية وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود ومدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد في إطار جولاته الميدانية التي تهدف لتفقد الأوضاع الأمنية وتعزيز القدرات الأمنية في المحافظة وعقد اللواء حيدان لقاء بقيادات وأفراد شرطة القوات الخاصة مستمعا إلى تفاصيل وتقارير حول العمليات الأمنية الجارية في المحافظة والتحديات التي تواجهها القوات في ظل استهداف الميليشيات الحوثية للمواطنين ومخيمات النازحين وأشدد اللواء حيدان على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة وتدريب الكوادر الأمنية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة الدعم اللازم لتعزيز قدرات الشرطة الخاصة من خلال توفير المعدات الحديثة وتطوير برامج التدريب بما يتناسب مع تطورات الأمنية الراهنة مؤكدا على أهمية تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان استثباب الأمن والاستقرار من جانبهم أعرب قادة وأفراد شرطة القوات الخاصة عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تعكس اهتماما قيادة الأمنية بمسندتهم ولقوف لجانبهم مؤكدين جاهزيتهم الكاملة لمواصلة أداء واجبهم الوطني بكل تفاني وإخلاص ترجمة نانسي قنقر